بسم الله الرحمن الرحيم اليوم بنا نكمل سلسلتنا في الصناعات الدوائية اخر مرة شرحنا عن موضوع الادوية المعقمة الادوية الاستيرايل اليوم بدنا نشرع عن موضوع برضو جدا مهم الى وهو المواد الاولية المستخدمة في الصناعات الدوائية المواد الاولية عندنا في الصناعات الدوائية بتنقسم لعدة اقسام بداية انفع فيه لازم يكون فيه عندي روماتيريال الروماتيريال هي المواد الخام المستخدمة في التصنيع الدوائي الروماتيريال بنقسم لقسمين القسم الاول الاكتف ماتيريال اللي هي المواد الفعالة والقسم التالي المواد الغير فعالة الان اكتف ماتيريال الـ Active Material هي المواد النشطة اللي بتنحطي في المستحضرات الدوائية عشان تعطينا التأثير المطلوب اللي احنا بدنايه تمام؟ المواد الغير نشطة اللي هي المواد الـ In Active تمام؟ بعد هيك بيجي في عندنا اللي هو Packaging Material الباكيجينج ماتيريال بتنقسم لعدة أقسام من هاي الأقسام Primary Packaging Material مواد تغليف أولية وسكندري Packaging Material لـ Primary Packaging Material كيف نعرف ان هاي المواد أولية أو Primary Packaging Material هي اللي بتكون ملامسة للمستحضر الدوائي يعني كيف الأدوية التي تضعطها عن طريق الحقن بكون السائل اللي يكون داخلها هي الملامسة اللي بنسميها Primary Packaging Material أما البوكسز اللي الموجود الخارجي الغير ملامس احنا بنسميه Secondary Packaging Material لازم يكون نعرف نميز بينهم عشان في الصناعة الدوائية لازم يكون فاهمين أقسام الروماتيريال ومواد الباكيج ومواد الأولية المستخدمة في عملية التصنيع الدوائي كاملة ويعطيكم العافية يا رب